واجب على الجميع الفترة اللي جاي ودوة الدعم والمساندة اللي اتكلم فيها طبعا الكابتن او الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصر لكرة القدم اللي هو كان واضح فيه الكلام بتاعه اللي قال اما خلاص بقى الدنيا تم الاستقرار على المدرب الوطني فخلاص بقى المجلس كله بالكامل مفيش اي طبعا مشكلة فيه الكابتن حسام حسن لان طبعا احنا عارفين وبنسمع وبنشوف طبعا بيكتب هنا وبيكتب هنا وبيكتب هنا وبيكتب هنا ولكن بالاجماع الاتحاد المصري بعد الاستقرار على المدرب الوطني تم الاستقرار على الكابتن حسام حسن والموضوع يمكن ما خدش دقايق معدودة في اتخاذ القرار النهائي عندنا مدربين كويسين ومدربين خدوا فرصة كابتن حسام البدري في وقت من الأوقات كان موجود كابتن إيهاب جلال في وقت من الأوقات كان موجود دلوقتي الدور دور حسام حسن الدور جه على حسام حسن انه يبقى موجود الدور جه على حسام حسن والامال عليه كبيرة بشكل يعني كبير جدا انه هو يعمل لنا نقلة في كرة القدم على مستوى المنتخب الوطني فحنرجع ونأكد ونقول طبعا انا بأكد على كلام الاستاذ جمال علام طبعا رجل رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصر لكرة القدم وانا كواحد من اعضاء المجلس بأكد على دعم المجلس بنسبة مليون في المية لكابتن حسام حسن وابراهيم حسن الفترة اللي جاية كلها كل الطلبات اللي حيطلبوها هتبقى مجابة احنا كلنا مش عايزين غير حاجة واحدة بس ان الشعب المصري يبقى فرحان بالمنتخب بتاعه وكلنا شوفنا زعل الشعب المصري بعد الخروج من البطولة وطبعا يعني اكيد نأسف على هذا الخروج كمسؤولين لازم تأسف على هذا الخروج ولكن خلينا بنقول ان بداية جديدة وعهد جديد وكل الدعم من كل الاعضاء بلا استثناء وطبعا بما اننا بنتكلم بقى على الدعم والاستاذ جمال والمجلس فطبعا برضو حابب افرج حضراتكم استوري النهاردة برضو نشرها لنجم الكابتن حازم امام عدو مجلس الادارة النهاردة يمكن هو بعد المؤتمر على طول منزل صورة للجهاز الجديد وكاتب الف مبروك لكاباتن مصر وكل التوفيق لما هو قادم ان شاء الله ده كلام بتاع النجم حازم امام عدو مجلس الادارة ودعمه النهاردة لستوري نزلها للجهاز الفني الجديد طبعا يمكن الكابتن حازم برضو علشان الكلام كتير اوي برضو في النقطة ديت كابتن حازم النهاردة ما حضرش للمؤتمر لان كابتن حازم يتعرض طبعا بقاله يمكن 4-5 ايام لدور برد شديد وصفه البعض ان هو يعني فيروس كورونا والراجل يمكن تعبان جدا ربنا يشفيه ويعفيه ويرجع سالم فيه اسرع وقت ان شاء الله تاني وتالت ورابع كل حاجة تهمنا الفترة اللي جاية منتخب عايزين نشوف منتخب قوي ترجع لنا الريادة على مستوى الكرة الافريقية احنا ملوك افريقيا كنا بنتعشم في اللي فات ولكن خلاص اللي فات اللي حصل حصل ولازم يبقى فيه تفاقل للمرحلة اللي جاية المرحلة اللي جاية مع حسام حسن ان شاء الله تبقى مرحلة ولا اروع باذن الله هنطلع فاصل